موسيقى موسيقى مشاني الكرام أهلا بكم في الحصيلة الجزء الأول من البرنامج نخصصه لاستمرار الدول الأوروبية في التأكيد على تشبوتها بالشراكة مع المملكة المغربية رغم قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتين السيد البحري والفلاحية الجزء الثاني نخصصه لأخير تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة مع استمرار التصعيد في جبهتي غزة ولبنان ونختم بالسباق المحموم بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب أهلا وسهلا بكم معكم موسيقى موسيقى يسعدنا كثيرا أن يكون معنا في الجزء الأول الدكتور الزكري أبو الذهب وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بريباط أهلا وسهلا بك دكتور معنا كما يسعدنا أن يكون معنا من باريس الأستاذ مصطفى طوسة وهو إعلامي وخابير في شؤون الفرنسية والأوروبية أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى طوسة معنا أبدأ معكم دكتور زكريا أبو الذهب في الحقيقة أريد أن أبدأ بنقطة تبدولي مهمة أرجو أن تكون كذلك بنسبة إليك دكتور عندما نتحدث عن اتفاقيات دولية من المفروض أنها تجرى في إطار الأمن القضائي كيف يمكن أن تكون هكذا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي مع الدول الأوروبية وتأتي محكمات العدل الأوروبية وتضرب عرض الحائط هذه الاتفاقيات الدولية أين هو الأمن القضائي؟ شكرا أختجار مرة أخرى أعتقد بأنه ربما قد تكون هناك هفاوات سابقة في إطار تحديد مقتضيات الاتفاقين المتعلقين أولاً بالصيد البحري وتحرير المبادلات الزراعية وهما إن صح التعبير بطريقة أو بأخرى يعتبران جزءاً من اتفاق الشراكة لسنة 1995 والذي تم توقيعه نهائياً في 1996 ودخل حيز النفذ في 2000 ومن بين الأهداف التي أرصاها هي إقامة منطقة تبدول الحر دخلت حيز النفذ في 2012 ولكن 2010 تم إبرام اتفاقات قطاعية بالخصوص القطاع الزراعي دخل حيز النفذ في 2012 وكانت أول سنة التي البوليسانيو لجبهة الانفصالية تقدمت لمحكمة العادل الأوروبية لمناقشة ما إذا كان هذا الانتفاق أيضاً ينطبق على الصحراء المغربية أم لا في الأول صراحة لا أقول كان غموض ولكن كان سكوت ربما إرادي لم يريد الطرفان إثارة هذه النقطة واعتبر بأن الالتفاق أيضاً يشمل بطبيعته الصحراء المغربية إذن إثارة هذه النقطة جاءت في سياق معين أعتقد بأنه تباعاً بعدما حصد المغرب دعماً في إطار يعني الحكم الذاتي المقترح في 2007 ثم أيضاً النقاش انتقل إلى قطاع الصين البحري وأذكر المشاهدين الكرام بأنه أول اتفاق يعني اتفاق من الجنراسون أكتوال 2006 ما يسمى بالصيد المستديم أو المستدام لابش دعاب الذي كان يتجدد كل أربع سنوات ولكن الآن دخلنا في تفاصيل أخرى أختي جوهرة لا يتعلق الأمر فقط بما يمكن أن نسميه بالأمن القانوني أو القضاء ولكن في تأويلات وتفسيرات القضاة الذين ينتمون إلى محكمة العلدهب بعيداً في التأويل مثلاً الصفة القانونية لألجبها الانفصالية هل لديها الحق في التقدم إلى محكمة أوروبية تعنى بشؤون أوروبيين أعطوا تأويلات فيما يتعلق مثلاً بمفهوم الشخصية المعنوية أعطوا تأويلات فيما يتعلق بالأثار النسبية لاتفاقيات إلى آخره فأعتقد بأنه الآن في نظري آن الأول لتوضيح هذا اللبس ورفعه وإقامة شراكة قانونية يعني خالية من مثل هذه الشبهات وقدر الطريق على كل من يريد أن يضرب في عمق الشراكة الأوروبية المغربية طيب ربما ما تقوله يعني أو يفسر ما قاله بلاغ وزارة الخارجية عندما تحدث عن الإجراءات اللازمة من أجل أن تحتلم الدول الأوروبية الهزمات الدولية سأعود إليك لتفسر لإن كان هذا هو التأويل الصحيح لما جاء في بلاغ وزارة الخارجية سيد مستفى طوصة أنت تعرف أن إسبانيا وفرنسا أكبر المتضررين المتضررين في جمعهم من هذا القرار الذي يبدو أنه ليس في مصلحة الدول الأوروبية رأينا أن 19 دولة عبرت عن تمسكها وتشبوتها بالتعاون مع المملكة المغربية أريد أن أعرف منك كيف هي ردود فعل الطبقة القانونية والسياسية في فرنسا وماذا يعني هذا التشبوت؟ هل يعني عدم الاتزام بقرار المحكمة بالنسبة للفرنسا على الأقل؟ نعم مساء الخير جوهراء مساء الخير الدكتور زكريا أنا فيعتقادي بأن هذه المحكمة محكمة العدل الأوروبية باتخاذها هذا القرار قدمت خدمة سياسية ثمينة للمغرب من حيث لا تدري لأن فور صدور هذا القرار ماذا شاهدناه في الطبقة السياسية الحاكمة الأوروبية سواء على مستوى الهيئات مجلس أوروبا أو المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي أو على مستوى الدول الفاعلة في داخل المنظومة الأوروبية كل هذه الدول صارعت للتأكيد على استراتيجية العلاقة التي يجب أن تربط دول الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وهناك نوع من الهلع في البيانات والمواقف التي ترى بأن إذا تقدمنا في هذا الاتجاه اتجاه المحكمة الأوروبية فإن ذلك سيكون ضربة موجعة لمصالح دول الاتحاد الأوروبي الحيوية وهذا يعطينا الدليل أيضا بأن هذه الدول لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الضرفية التي خلقها هذا القرار القانوني وأنها ربما قد تكون هناك مواقف سياسية صلبة ترسخ نوعية العلاقة التي تريد دول الاتحاد الأوروبي قامتها مع المملكة المغربية وهنا عندما سيدخل المغرب بطريقة أخرى في عملية إعادة التفاوض على مستوى اتفاق شراك الشامل وليس الجزئي مع دول الاتحاد الأوروبي فإن هذه القضية قضية إدماج الصحراء المغربية في أي اتفاق مع الفضاء الأوروبي ستكون من بين النقاط الأساسية التي سيتم التركيز عليها لا من طرف المغرب بطبيعة الحال ولكن أيضا من طرف السلطة السياسية الأوروبي لغلق الباب أمام كل التأوينات المستقبلية التي قد تأتي من طرف بعض القوى المعادية للمغرب والتي تريد أن تعبث بهذه العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب دكتور زكريا أعود إلى النقطة المهمة التي أثرتها والمتعلقة برفع اللبس الآن من الناحية القانونية ما هي الإجراءات التي ستتخذ ونحن في الحقيقة لا نعرف الآن ما هي تابعات هذا القانون هذا القرار المحكمة ما يعني في أرض الواقع هل نحتاج اليوم إلى قراءة أخرى لتابعات هذا القرار أود أغتي جوهرة أولا أن أثير شيئا ما وهو التقوقع الذي حصل فيه قضاة محكمة الأرض الأوروبية الذين يشكلون عدد الدول المنتمية الاتحاد الأوروبي من سبع وعشرون وفيه تراتوبيات إلى آخرين نقطة الأولى النقطة الثانية أن هناك أيضا ما يمكن أن نسميه بشهاد قضائي اعتمد القضاة على مجموعة من التراكمات القضائية السابقة وأيضا بعض القرارات والتي في بعض الأحيان ليست واضحة كالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة سنة 1970 بالأمم المتحدة واعتبرت على أن ما يسمى بالشعب الصحراوي هو يعني له كينونة هو بالتالي لديه الحق في تقرير المصير ثم هناك أيضا أمور أخرى ترتبط بمسألة التمثيلية إلى آخرين إلى آخرين ما يمكن أن أقوله الآن أنه نحن الآن في منعطف ينبغي أن نوضح الأمور من هي التمثيلية في تقدير محكمة العدل الأوروبيا وفي تقدير المنتظم الدولي فما الصحراويون الذين يعيشون في رغد في أقانيمهم الجنوبية أليسوا ممثلين في الهيئات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالجهات أو بالعمالات أو بالأقاليم ينبغي توضيح هذه النقطة ثم على مستوى أيضا حتى أقول المفاوضات يعني بالمفهم دي البوغ بارلي المشاورات نحن نعلم بأن الموائد المستديرة معطلة منذ سنة 2019 وحتى جبهة البوليساريو أنا في تقديري هل يمكن أن نعتبر بأنها تمثل ما يسمى بالشعب الصحراوي من مزدوجتين وهم غاربة في الواقع محتجزين في مخيمة تندوف هل هذه الصفة القانونية والمشروعية والشرعية من أجل أن يمثل أشخاصا نحن لا نعرفهم هل هم حقيقة ينتمون إلى المجتمع الصحراوي أم لا فبالتالي الآن نحن نحتاج في تقدير أخت جوهرة إلى مرافعة جديدة من ناحية أخرى لتوضيح بعض النقاط الخلافية الأساسية والتي اعتبرها من سيقوم بهذه المرافعة؟ أعتقد كل أطراف رسميا المغرب طبيعي الحال أتحدث عن وزارة الخارجية أتحدث أيضا حتى على بعض الهيئات المحامون المغربة المنضوون في إطار ذلك الهيئات المهانية وأيضا حتى في الخارج وأريد فقط أن أثير نقطة أعتبرها أساسي وأعتقد بأن الأخصص يتفق معي بأن لدينا خزانا مهما من الخبراء القانونيون وغيرهم في الخارج في فرنسا في أوروبا بصفة عامة وفي غيرها يمكنهم أن يعبأوا وأن يقدموا البراهين والحجاج على أساس أننا الآن ينبغي أن نوضح العلاقة ما بين مبدأ الشرعية لليجاليتي مبدأ المشروعية ماذا نعتبر عندما يقول مجلس الأمن بأننا نحتاج إلى واقعية سياسية في تدبيره هذا النزاع المفتاح إلى آخره طيب أنت رجعت في الحقيقة إلى ربما قرارات صدرت في سبعينيات القرن الماضي ولكن اليوم هناك كذلك سوابة قضائية صدرت منذ سنتين وسنة هنا تثار نقطة لماذا لم يأخذ بها ربما سنعود إلى ذلك لاحقا أستاذ مصطفى طوصة يتحدث الدكتور زكري أبو ذهب عن تعبئة هذه الكوادر والموارد ولكن أنا أسأل عن الدول الأوروبية 19 دولة عبرت عن تبقى شبوثها بالتعاون مع المملكة المغربية هل سيكون هناك تنسيق بينها لحماية مصالحة أولة لأن مصالحها كبيرة مع المملكة المغربية نعم في بداية هذه الحلقة الدكتور زكريا أبو ذهب أشار إلى سيرورة المفاوضات والاتفاقات الاستراتيجية التي وقعها المغرب والشراكة الاستراتيجية التي وقعها المغرب مع الدول الاتحاد الأوروبي التي كانت لابنتها تقريبا الأولى في عام 1995 وكل القرارات التي جاءت بعد اليوم ما هو جديد ومفتجد اليوم بعام أن الضرفية التي تم التوقيع فيها حلاء هذه الشراكة عام 1995 تختلف تماما عن ما نعيشه حاليا عام 2024 أولا لأن المغرب يمتلك قوة ديبلوماسية قوة إقناع ديبلوماسية كبيرة فرضية الحكم الداتي أصبحت تستقطب جميع المنتديات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة هناك دول أوروبية مهمة تدعم مغربية الصحراء وتدعم وحدة المغرب الترابية لذلك نعم هناك ظروف التفاوض تغيرت تماما ما قدمه المغرب كتنازلات عام 1995 للحصول على هذه الشراكة الاستراتيجية مختلف تماما عن شروط التفاوض حاليا إذا أطلقت من جديد عملية التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي وهذه الدول الجوهرة التي تحددت عنها لا يمكن أن تتناقض مع مواقفها الوطنية مع مصالحها الوطنية يعني هي تريد أن تدخل في شراكة استراتيجية وثمينة مع المغرب وعليها الآن أن تحدث نوع من التناغم داخل مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي عندما يقول السيد ناصر بوليتا بأن هذه الإشكالية هي أولا وقبل كل شيء إشكالية أوروبية فهنا الإشارة أن التحدي الكبير الذي تواجهه حاليا مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهو أن تجد أرضية مشتركة لفبركة مقاربة يعني واضحة المعالم لا يشبها تناقض بين مفوضية أوروبية بين مجلس أوروبا وبين البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبي عليها هي أن تتخذ هذه الإجراءات ليحترام التزامتها الدولية كما قال الباراغ بقية دقيقتين دكتور أبو الذهب أريد أن أسأل على تابعات هذا القرار إن كان الشق المتعلق بالفلاح يستمر لـ 12 شهرا ماذا بعد هذا العام وأريد أن أسأل عن تأثير هذا على قطاع الصيد البحري ونعرف أن إسبانيا خاصة متأثرة كثيرا بهذا الموضوع النقطة الأولى إذن سوف يستمر اتفاق حول الزراعة سانة إضافية لعدم يعني إضطراب على مساوى الشركاء من هنا وهناك النقطة الثانية بعد 12 شهر ماذا يحدث؟ إذن سوف ينقاضي المدة وإداء المغرب يعني رسمي نقال بأن لن يفاوض على أي اتفاق يقصي الأقاليم الجنوبية في إطار ما يسمى بمجال التطبيق الصيد البحري توقف في يوليوز 2023 البروتوكول أريد أن أقول ولكن هناك أجزاء أخرى سارية المفعول تتعلق بدعم مثلا مخطط اليوتيس إلى آخره الآن نحن في منعطف أنا في تقديري أن الأمر متوقف بطبيعة الحال أغتي جواري ينبغي أن نكون صراحة مع أنفسنا لأن محكمة العدل الأوروبي منذ سنة 1951 تأسست دخلت حيز النفاذ 1952 هي نافدة وقراراتها ملزمة فعلى المؤسسات الأخرى أن تحترم هذا القرار بالتالي نحن في تصور جديد وفي تقدير ينبغي إعادة ربما صياغة الباكيج بأكمله حتى يمكن تجاوز هذا العقبة ويمكن ربما دكتور زكريا بوضهب أن يفاوض المغرب طبعا الأساس المتين هو أن يكون الاتفاق يشم لجميع الأقاليم الجنوبية ويمكن له أن يتفاوض بمزايا أخرى بمبالغ أكبر ربما وربما مزايا أكثر لأجل مصالحه الخاصة مبدأ أثار انتباهي وأنا عرفه كقانوني باكتاسون سيرباندا بمن انتفاقات المبرمة ينبغي أن تنفذ بحسنية كما قال بوريل وفندرلين بالتالي يمكن الاعتماد على هذا المبدأ والذهاب إلى الأمام من أجل إعادة سياعة كل ذلك في إطار قولب جديد إن شاء الله يحمي السيادة المغربية ودى أساس من دون حذاء موجع نعم اخترأوا الآخر طيب شكرا جزيلا لك دكتور زكريا أبو الذهب على كل ما تفضلت بها شكر موصول كذلك لأستاذ مصطفى طوصة الذي كان معنا مباشرة من باريس بعد قليل نلقاكم في الجزء الثاني من البرنامج نرجو أن تتصدلوا بالبكاية